شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي أليكزاندر فوشيتش توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وصربيا وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الصربية بالجراد شملت مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين مجالات عدة في الزراعة والبيئة والاستثمار والثقافة والفنون والإعلام والتعليم والتعليم العالي والتقييس ودعم المعلومات بالإضافة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الإفريقية بصربيا والإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة